موسيقى وان هو سيظل يعاني للابد بفكرة ان هو يعني ينافس النادي الاهلي هل انت متفق مع اسلام صادق في مقاله متفق تماما كلامه صعيح 100% اسلام صادق اصاب كبت الحقيقة الحقيقة ان الزمالك الوحيد اللي يقدر يواجه الاهلي لان يعنده جمهور وعلشان كده بيعاني وعلشان كده بيعاني ولا ولا انت تبحث عن العدالة كزمالكاوي عشان ما تعانيش احنا بنبحث عن العدالة مش كزمالكاوي ولا كاي حاجة العدالة ده المطلوب هل العدالة غايبة عن الكرة في مصر العدالة غايبة عن كرة في مصر 100% مؤكد هل هناك مجاملا للنادي الاهلي بممتاله وضوح اه ولا لا اه اه طبعا 100% الاهلي بيتجامل بيتجامل عشان جماهيره طبعا 100% كلام مؤكد وكلام لا يحتمل ده على مسؤوليتك انت الكلام ده اه طبعا النادي الاهلي بيتجامل عشان جماهيره كلام مش محتاجة حتى الاعلامين كلهم بيخروج يقولك انا بتكلم عشان جماهير الاهلي كتيرة فانا مقدرش عادي جماهير الاهلي كلام واضح اه ده معنى كده ده معنى كده ان جماهير الاهلي كده يعني يعني يبقى فعلا بقى كده نجوم الاهلي عندهم حق وانت كده مش عندك حق ان كده طالما جماهير الاهلي كده يبقى جماهير الاهلي معديها السبعين ثمانين مليون لا ملهاش دعوا بالعدد على فكرة والي دعوا بايه لا ملهاش دعوا بالعدد دياها دعوة بمستوى الجماهير نفسه يعني معروف ان النادي الزمك هو النادي الملكي فجماهيره معروفة انها ليه ومعروف ان جماهير النادي الاهلي وجماهير الشعب جماهير الطبقة العادية فبالتالي الطبقة العادية ممكن تعمل مشاكل ممكن تعمل آآآ متحفظ على الكلام ده ماذ гарش يا أستو ظ��� ما نزعلش مني الضر التحفظ لا لا لا%, كل الجماهير الكريم المصري... كل الجماهير المصريج جماهير وانت رجل صعيد من جنى واحنا كلنا اخواتنا صاحبنا حبيبنا الاولىran اخلق من جماهير حد ما هو الشعب احنا برضو الشعب هو انا لما اقول ان ده جماهيره قليز وداه جماهيره الشعب هالأنا اخلينا من الشعب مش بقلل بالتعامل. يعني ده تصديف ده تصديف ده تصديف دي غير الصبقة دي. الموعية دي ده موعية عادي جدا. وده وده موجود في كل نديد العالم على فكرة يعني. معلش ده 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 تصديف وجهة نظر سيادتك الشخصية. يعني يعني لنعممه من بعد اذن سيادتك يعني. اتصدر. طيب. اه. مية في المية مؤكد. هل هناك مجاملا للنادي الاهلي بمنتغل وضوح اه ولا لا? اه طبعا مية في المية. الاهلي بيتجامل? بيتجامل عشان جماهيره طبعا مية في المية. كلام مؤكد وكلام لا لا يحتمل. ده على مسؤوليتك انت الكلام ده. اه طبعا النادي الاهلي بتجامل عشان جماهيره. طبعا مش محتاجة. حتى الاعلامين كلهم بيخرجوا يقولك انا باتكلم عشان جماهير الاهلي كثيرة. فانا مقدرش عادي جماهير الاهلي. كلام واضح اه. ده معنى كده ده معنى كده ان جماهير الاهلي كده يعني يعني يبقى فعلا بقى كده нجوم الآ genial عندهم حق وانت كده مش عندك حق ان كده طالما جامهير الاهلي كدى يبقى جامهير التي معديها السبعين تمانين مليون لا مالهاش ضاعه بالعدد على فكري ايها ما الذي داعه بايه لا مالهاش ضاعه بالعدد لها دعوة بمستوى الجماهير نفسه يعني معروف ان النادي الزمكة هو النادي الملكي فجماهيره معروف انها إليف ومعروف ان جماهير النادي الأهليu جماهير الشعب الجماهير الطبقة العادية فبالتالي الطبقة العديبة ممكن تعمل مشاكل وممكن تعمل أزامات أنا متحفظ على الكلام دا ما عليش يا أسو سعب ما زعلش مني انت اخوي يعني بس يعني لا كل الجماهير المصرية احنا كده بنصنف وكل الجماهير المصرية جماهير وانت يعني انت راجل صعيدي يعني من جنة يعني انا راجل ريفي يعني احنا كلنا اخواتنا صاحبنا حبيبنا البيت الواعد فيه زمالكوايا هونا اللي قد اطلق من جماهير حد هو الشعب احنا برضو الشعب هو انا لما اقول ان ده جماهيره قليس وده جماهيره الشعب هو انا بخلي الخيبة من الشعب مش بخلي من الشعب انا بقول ان الصبقة دي غير الصبقة دي النوعية دي عادي جدا وده موجود في كل نديد العالم على فكرة معلاش ده تصريف وجهة نظر سيادتك الشخصية يعني لانو اعممه من بعد اذن سيادتك يعني اتفضل طيب اه نقول كده مبروك للاهل الدوري اه طبعا مبروك للاهل الدوري الاهل هو الاقرب والاهل هو ال اه يعني هو سعب بشدة للدوري فحقق معراض طيب اه اه احنا ارجع اه 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 خليك معنا استاذ عمري انا علاء عزة طلع لك في التليفون تاني مش هيسيبك وراك 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 رجعلك سمعت فنط في التليفون اهلا بيك مرة تانية استاذ علاء استاذ علاء اهلا بيك اه اه احنا انت انت ايه انت مطلعتش بالخط ولا ايه لا لا موجودة اه موجودة بس اه قصة عمري مش اعب عمري كان قاعد معي من شوية في الاهرام كان بيقولي كلام غير غير اللي بيقولي دلوقتي لا 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 اقول بقى ايه اللي قال اقولك بقى قولينا بقى ايه اللي قالك في الاهرام لا يعني دلوقتي دلوقتي احكيت اهل المتجامل على طول ديه حاجة غريبة جدا ديه يا عمري انا اقوله يا عمري طب تب الاهل المتجامل انا اقولتك حاجة غير جيدة طيب يا علا. الزم انا اقولتك حاجة غير جيدة. ده رأيي اللي موجود على طول. لا لا. لا لا لا. لا. طبعا عمر طبعا بيتكلم طبعا منطرق اللي هو زمالكوي طبعا. بيركب الموجة اللي هي اللي بانة. بيركب الموجة? واللي بانة اللي هي موجودة على كل زمالكوية. حكاية زمالك فطها ضيية. اللي مش عابل للاسف موروس بيتورسوه بشكل غريب جدا. وانا مندهش ان حتى نكون كبار في نادي الزمالك. يشيروا على ضربة ده رغم ان فيه الموس كبيرة جدا في ذات الزمالك بتسقط كل نظرات مؤامرة واخيره ما كان تنميده مثلا لكن انا بصغرب جدا ان نفسك انا اتكرر يقولك الاهل بتجامل محالله على فكرة يا استاذ علاء هو ما جابش سيرت الزمالك هو قال انا اسألته نصلا سؤال واضح ومباشر وصريح وبسيط لا ما هو علاء هيجاوز في حكة كامل قلتولي الاهل بتجامل قالي الاهل بتجامل هو هو وطوله على مسؤوليتك انت الكلام ده طب يعني انا ممكن افهم افهم ده طب ممكن احدد تقولي ليه الاهل بتجامل في افريقيا ايه المبرر ان انك الاهل هو بطل افريقيا الدائم ايه المبرر ان كن الانزيربنس ديحت تفشل في بطوات الافريقية لو لو الاهل لو الاهل لو ال mai لو ان queda متضار محليا هل هو متضار افريقيا الامر orders بطل القرن يا حبيبي الزمالك هو الاكثر. فمين قال لك انه افريقيا. لا عمري ونبقى اوصل بس فكريتي اوصل فكريتي يعني انتو الناس بتقولو انتو بتقولو انتو بتقولو انتو بتقولو السمارات فعب برمز. هل برمز كمان بيتحرب افريقيا. يعني فرقة فرقة لابة فضليني كزا مرة وكانت قبق واصلنا اوادنا الناسفوز. انتو عمري ما بقى دول دي فرقة لها تملك مقاومات البطولة. خلينا نكون صرحة. فريق لا يملك جماهير ولا يملك اعلام. هو قال لك الكلام ده في الاهرام يا علاس؟ هو قال لك الكلام ده في الاهرام؟ اي مش فالاهرام بيتفق معايا مش عب بطلع اللي هو بيختلف دي Ukraine يعني هو مقالكش يعني هو مقالكش في الاهرام من شوية. طالب واذا كنت قاعدين مع بعي ده من شوية. مقالكش ان ان الاهلي بيتجامل علشان جماهيره. فاحما الجمال سأله مثلا بعد شوية زى ما انا سألته كده يعني ايه مش فاهم? انا قلته كده معنا كلامك. ان الجماهيرية الاهلي جماهيري ضخمة جدا. لدرجة انه بتجمل عشان جماهيره. ام قال لك لا اصل جماهيره وعمل تصنيف كده قال لك اصل جمهور الزمالك اه اه اليت وجمهور الاهلي هو جمهور اه قد يكون اه اه وانا طبعا انا انا مش متفق معاه في اللي هو قاله ده. فانت رأيك ايه برضو في اللي قاله ده? هل هو بقوله في احداثكم الخاصة? لا لا طبعا لما كده عديد مني شوية ما قالش ده خلط فاكن. يا لكن انا انا اللي عرفه الجماليا كان ده قاعه مجموينة كبيرة جدا عنده الاعلميه كبيرة جدا جدا هل نازم جمالك بحكم جمالية واعلامه ضخم ده كل ده ويتعرضوا ضلما. ليه? ليه ليه؟ هل الجمالك ضعيفست انو توزهم ضلما؟ لا طبعا هل الاهلي بتجمل عشان عندهم اعلامه آمنا لا طبعا? لا طبعا. ويلا اهل ما كانش الاهلي مثلا تقرد دوري سلسلوين والبع�azi ما اهل ما كانش ما كانش تصعرض اللي كاب وهمي سبلtime دوري. ما كانش يفوز بدورة بطلق افريقيا. هل هل هو بتجابل افريقيا? هل برمز متعند افريقيا? هل زمانك في ناس بتضبوا افريقيا? ما برضو يا سيد احمد فيه مكياس. يعني انا انا ما يكون عندي في فريق. السنة دي ما ايه ما يفوز بطولة افريقية وما يفوز بطولة محلية. مرجحش اقول له يوم بطهد. ما ينفعش. يا سيد علاء. يا سيد علاء. نعم. نعم. الاهل بيتجامل يا سيد علاء. ليه ليه مش راضي تقول ان الاهل مش بيتجامل. اقول لك اقرب حاكتين. اقرب حاكتين. الاهل كسر الليحة وقالك مش حلعب كسر مصر بدون الدوليين وتنفز له كلامه. الاهل بعد الاتفاق مع الوزير ان ابراهيم عادل يروح برمز قال لك مش هيروح برمز وما رحش ابراهيم عادل. يا جبالي جبالي جبالي. الاهل بيتجامل يا سيد علاء. ده واقع. ده واقع. ليه ليه بتكونوا الواقع والحقيقة? مش الاهل قال. مش حلعب مباراة الالمونيوم ومش حد الحسام حسن. اللعيبة. راح له استاذ جمال علام للكابتن محمود الخطيب في النادي الاهلي. وقال له اللي انت عايزه هنعمله. هاتلي طلب واحد طلبه النادي الاهلي من اتحاد الكورة او الربطة ما تنفس. طلب واحد بس. يا جبالي جبالي جبالي. عسكتك خرق اللوايح دية. مش خرق اللوايحة يا السعلاق. اللايحة بتقول العبه الاهل نفس كلامه. وخدبره من زود زمالك معاه. ده اقرب حاجة. يا جبالي. يا جبالي. يا جبالي. افصل فيه لوائح يا جبالي عشان تقولي حد بخلقها. اي ناد في مصف يخلق اللوايح. اي ناد في مصف يخلق اللوايح. لان اللوايح اصلا. اللوايح اصلا بالية. اللوايح اصلا كلها صغرات. يعني في القانون اللي كلها بغض النظر عن اللوايح. الاهلي قال مش حلعب الالمونيوم مالعبش الالمونيوم. يا جبالي. هو الاتحاد بعد الاتحاد الاتحاد الاتحاد.